موسيقى برواق ضفاف بالرباط تم تقديم عرض مسرحي بعنوان حلم بلا حدود هو عبارة عن حوارات مقتبسة من النصوص والكتابات الأدبية للراحلة فاطمة المرنف برواق ضفاف بالعاصمة الرباط قدمت الفنانتان أما العيوش وسناء عاصف عرضا مسرحيا بعنوان حلم بلا حدود هو عبارة عن حوارات مقتبسة من النصوص والكتابات الأدبية للراحلة فاطمة المرنس ربورتاج أسامة غرامي والمتابعة لبشرائف هنا برواق ضفاف كان الحلم بلا حدود عرض مسرحي عبارة عن تشكيلة متنوعة من نصوص الراحلة فاطمة المرنس بأفكارها وعبارها ورسائلها الإنسانية نصوص جمعتها الفنانتان أما العيوش وسناء عاصف واخترت تقديمها للجمهور فاطمة المرنس هي حياة بأكملها كرست للدفاع عن المرأة في العالم العربي والمغرب المعاصر بشكل خاص بحسن فكهي كانت تروي قصصا عديدة هي لم تكن فقط علمة اجتماعين أو باحثة بل كانت روائية تعرف جيدا كيف تحكي عن المغرب لذلك اخترنا الاشتغال على نصوصها هي المرة الأولى التي نقدم فيها عرضا بفضاء مخصص للمعارض الفنية وهذا مهم جدا لأنه سيتيح لنا قرب المكاني مع الجمهور نتقسم معه نصوص المرنس الاشتغال على هذا العرض لم يكن بالأمر الهيئ تقول الممثلة فقد تطلب زمنا من البحث في نصوص المرنسي وتركيبها بشكل درامي للخروج بتوليفة فنية استمتع بها الجمهور لساعة من الزمن